انك انت تكون بينك وبين المنافس لو كسب مبارياته بنت وبعدين توسع الفرق تاني اذا كسب مبارياته الى اربعة او تلاتة بنت ده برضو في حد ذاته مش كويس لازم لعبت الزمان تشد حلة شوية يا جماعة لازم نشد حلة شوية جماعة انتو ابطال الدور ياولاد السنة الفاتت انتو حاملين لقب ماينفعش اللي حصل ده في امبي ده مش اداء فرق عايزة بطولة مش اداء انا عشان بلعب على بطولة انت لعب على بطولة احنا جماعة بنشوف فرق اللي هي بتاقل ليفر بول وريال مدريد خمس ست سبع مطشاط ورا بعد مكسب ما بيقعش لانه بلعب على بطولة وده من شيء من الفرق الكبيرة وده لابد ان يكون الشعار بتاعكو الفترة اللي جاي ما نضيعش اي بنت تاني وبعدين ليه الضغوط انت بتلعب بضغوط ليه يعني الامور سهلة وبسيطة مش عايزين الضغوط تأثر علينا الجمهور بييجي بيشجع عايزين ايه الجمهور بييجي بيشجع في لعيبة هربانة منها نركز ونرجع تاني انا شفت حاجات في الملعب صعبة جدا جدا الاخطاء او الملاحظات يعني فعلا قدت فرصة للفريق المنافس اللي هو انبي ان هو يتفوق علينا في هذه المباراة دي بالنسبة ملاحظات للعيبة اه نيجي ليه اللحية الفنية الادارة الفنية انا شايف بعض اللعيبة بقالها مطشين تلاتة مش في حالتهم ليه الاسرار ان انا لعبهم انا كده بفقدهم وبخسرهم على لونجوران او مدى الطويل عندي بدايل وبدال كويسة يعني ليه الاسرار على بعض اللعيبة اللي بعيدة عن الفرما الرياضية بقالها اكتر مطشين تلاتة انت بتكسب اه لكن في بعض اللعيبة مش في الفرما احنا كسبنا المصري وكسبنا استر كامباني وكسبنا بيراميز وكسبنا 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 اه ماشي كسبت فرق من المفترض انها يعني بيراميز مثلا اقوى من انبي ما احترام الانبي نادي كبير ونادي محترم وادارة محترمة وكل حاجة على رأس من فوق واد مباراة قوية جدا كل دا كلام دا مفوش مكا باك بس لما تكسب بيراميز طبيعي تكسب انبي لو في حالتك لو انت كويس فليه الاسرار على بعض اللعيبة اللي الفرما الرياضية غايبة او الثقة غايبة عنهم او الثقة فيهم مفقودة لازم ابعده وحط لعب تاني خاصة ان انا عندي لعب لعيبة مش بدايل يعني عن نفس المستوى يمكن يكون احسن من وجه نظر من نظرنا احنا كجماهير دلوقتي فليه الاسرار على اشراك بعض اللعيبة اللي هما فقدين الثقة وانا ببعدهم اكتر واكتر واكتر عن الملعب بالعكس ابعده شوية يريح مطشين ثلاثة ابدأ بيه بعض اللعيبة التانية يعني دي برضو حاجة من الحاجات اللي المفروض مستر فريرا والجهاز المعاون يحطها في اعتباره انت مقتنع بطارق ماشي بس طارق دلوقتي فرمته مش قوي او هربنا منه او فقد الثقة او 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 من فيه حد تاني نزل حد تاني وموجودين الحمد لله ما لو ما عندناش بدايل عندنا دي حاجة حاجة التانية انا ما ذكرتش امبي زي ما هم ما ذكرونا احنا ما ذكرناش امبي يا جماعة انا لو ذكرت امبي اتفرجت على امبي في كاسر ربطة في كاسر ربطة اتعدلوا معانا مطش تقريبا وحنا كسبناهم مطش تاني على ما اعتقد وكان الاداء برضو بالنسبة الامبي يعني كان قوي وبلعبوا بتلاتة في القلب للاسرار على فرود واحد هما بلعبوا بتلاتة واتفر بقى خمسة اربعة واحد تلاتة ستة واحد تتقري كده لانه عندك باكين والباكين قفلين على الوينجين بتوعك بالشكل جاك جدا والتلاتة اللي في القلب عليهم عمر السعيد لوحده طيب ما احنا لدينا بفرودين اه حوالي اربعين دي او تلاتين دي عفوا تلاتين دي اشور التاني لكن ما كانش فيه مساعدة ومساندة من الاطراف فده برضو اثر على ان احنا نوصل للمرمى فرود على تلاتة ما ينفعش كان لازم تعديل ادخل اوباما من الملعب مصر كصيف اوباما عندي في مقرح انا اتفرجت على الملعب الراجل بيجري معاه في كل حظة في الملعب دة تعليمات كوتش او تعليمات جهاز فني من انبي والرجل بيجري ورا اوباما اما انا شوفت الكلام ده بعيني في الملعب يعنى اوباما وقف الرجل يقف جنبه اوباما يجري رجل يجري كل كلام ده حصل فده اثر علينا كناحية هجومية طب فيه بدايل تانية اخرى ممكن نلعب بفرودين ممكن نزود اوباما فرود يعني كل الامور دي كان لازم تتعدل بشكل كبير نحن اللي مين عندنا كان فيها مشاكل كان لازم يحصل تعديل تغيير هو الرجل غير بين الشوطين كان ترخيره برضه روءه ما كانش في حالته اتغير بين الشوطين وبالتالي الامور يعني اتصلحت سنة لكن مش زي ما احنا عايزين نتمنى الفترة اللي جاي يبقى فيه افضل يبقى فيه احسن ما ينفعش هذا الاداء مرة اخرى ما ينفعش الاداء ده جماعة مرة تانية ما ينفعش الاداء ده مرة تانية لان اللبناط او النقط اللي جاية دي غالية جدا 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 فوق ما تتخيلوا ولازم تبقى انتم عارفين هذا الكلام وارجو ان الرسالة تكون وصلت ليكو كلاعيبة لان انتم اللي في ايديكوا تفرحوا الجماهير دي وفي ايديكوا تخرجوها زعلانين زي ما حصل في ماتش امبي وحصل قبل كده انتم فرحتوه كتير جدا جدا الفترة اللي فاتت فترة اللي فاتت انتم جيل محترم جيل من النعيبة اتعامل بمزاج الفيرة دي اتعاملت بمزاج بالمجلس الادارة المحترم بالقاس المشهر المحترم منصور وامير مرتضى والمجلس القديم اتعاملت بمزاج اتعاملت اتفصلت صح فما تضيعوش مجهودكم مجهود الناس تعال شوفوا الجماهير في المدرجات اتعاملت ازاي عاملين ازاي الناس صعلنة جدا وما ينفعش الاداء ده مرفوض تماما لجماعة ومفضلكو لان احنا يعني متوسنين فيكو خير ارجع واقول ان الدنيا مش سودة ليه اسباب يعني اذا كنت انت مثلا في استر كامبني كسبت في اخر ثانية المصري كنت خسران ورجعت في اسباب يا جماعة الماتش اللي فات غايبة عننا جميعا او معظمنا واحنا مش اغدين بننا منها قوي هتقول يا كابتن بلاش اعذار بقى لا مش اعذار والله هو ده الواقع فرقة كويسة ملعبة كويسة الوف دي بتاعهم ماشي بس ما نتغلبش يعني لو انت عندك اوف دي الدنيا ظلمة اتعادل على الاقل بنت لو بتحصل مع فرقة كبيرة جدا ما اخسرش ده ده قالت بيه كورد القدم مع الزمالك حتى اللي فيه موتشات جديدة ما احنا وحشين وحن نلعب كنا يا جماعة نتعادل النهاردة تعادل حل قدرت تكسب كويس قوي وانت وحش ما قدرت تكسب ما تغلبش ما يبقاش الامور فيها فرطة جدا لكن الدنيا مش سودة قوي دنيا زي الفل والدنيا مشى كويس اه ليه اسباب ايه الاسباب اسباب عندك غياب بعض العناصر المؤثرة انا في اعتقادي امام عشور شيكبالة عنصرين مهمين جدا في تيم الزمالك ما عرفش سيسيه ما منزلش ليه او كان كان حتى ما قامش سخن في المباراة اللي كان بيسخن كل احتاطة معادة سيسيه ما عرفش سيسيه كان مصاب ولا ايه ما عرفش اه غياب بعض العناصر المؤثرة ده اثر بشكل كبير على نص الملعب في ظل بعض اللعيبة ما كانتش في حقيقتها كلها ده غياب بعض اللعيبة مهم جدا القيدة يا جماعة مهم جدا وقف القيد اثر علينا انت النهار ده كان عندك بدائل كان عندك عمر كمال عبدالواحد وعندك الرجل المساج بتاع الرحل الاتحاد العرب ده يا جماعة فكروني باسمه شابانة ومحمد عبدالسلام راح وفي لعيبة مثلا زي حسين فصل مشي ده بديل استراتيجي كويس حمدي حمدي على راح السموحة عندك في لعيبة كتير جدا احمد احمد محمود الباك اللي مين ده كان ممكن ينفع دلوقتي في الوقت باك رايت كويس ففي لعيبة مشت لظروف ما في وقت صعب جدا عن نازل زمالك معرفش يعني مشه ازاي او ليه او ايه الغرض الله اعلم لكن خلاص القيد مقفول ده بيأثر بشكل كبير على البودلاء او الدكة ما ننساش يا جماعة برضو يعني ما تجزروش اللعيبة ما نتباحش اللعيبة انا النهاردة لما بيجيب طارق حمد بدور على ابرف كومقاش بكلمكم جد لما بيغيب امام عشور نفس الكلام اتنين لعيبة مؤثرين واللي اتنين غيبين واحد غيب المطش اللي فات والتنى يغيب المطش جاي يوم الثلاث فيحني برضو دي مش اعذر والله انا مش عزر لكن انا ما عنديش قيد ما كانش عندي الرفاهية ان انا اجيب لعيبة على مستوى اللي موجود وبالتالي لازم فيه يعني ما ننساش واحنا بتفرج على مطش مثلا وحش زي الفات ده ما ننساش ان انا ما عنديش قيد ما ننساش ان كان فيه غيابات كثيرة جدا فيه الفريق وبالتالي اثروا بشكل كبير على نتيجة واداء اللعيبة فزي ما اقول لكم اتمنى ان شاء الله بإذن الله ان احنا يكون استفدنا كلعيبة وكجهاز فني من الدرس اللي فات لان الدرس كان قاسي جدا وبرغم ان هو برغم قصوته الا ان احنا استفدنا حاجات كتيرة زي ما بقول لكم وانا عارف ان مستر فريرا حاول الفترة الجاية او الاسبوع ده على الاقل يغطي كل هديه الدفوهات اللي حصلت فيه المباراة اللي فاتت وزي ما بقول لكم كان فيه اسباب او فيه اسباب ممكن تؤدي الى هذه النتائج عشان برضو مش بطم مش يعني مش عذر ولكن مفيش فرقة في العالم فترتين قيد ما تأيتش حد وتقول لي ما تأثرتش او تقول لي انه مثلا لو غب سيم الناس مش هتأثر لا هأثر الله احنا السنة اللي فاتت يا جماعة كان التيم ده موجود وكنا بنفس على كل البطلات خدنا دور عام خدنا دور عام السنة اللي فاتت والسنة دي انت انت النهاردة الاول لسه وكاس مصر اللي فات انت صعد قبل نهائي وهتلعب نهائي ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بتاع السنة اللي فاتت والسنة دي انت موجود في الكاس يبقى فيه ثلاث بطلات دولة على الملعب لا ما احترامي لحضراتكم لعبينه جهاز فني الجمهور عامل اللي عليه ادارة فيعني مش عايز عامل ايدا صابع العشرة الشمع زي بقوله علشان الفريق ده والفرقة الاخرى تبقى فيه اه اوج فرمتها وفيه دائما في انتصارات فبالتالي الدور عليكم انتو كلعيبة كجهاز فني تركزوا انسوا اللي فات ونبدأ ان شاء الله صفحة جيدة بإذن الله الفترة اللي جاي